أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق علاقات التعاون التي تربط مصر ومقدونيا الشمالية في العديد من المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري مع نظره من مقدونيا الشمالية عقب مباحثات تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى التعاون بين دول مجموعة الشركاء المتوسطين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ورئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي في ضؤي علاقات مصر الممتدة مع المنظمة استقبلت مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون وبالتأكيد أن مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مراعاة لدوافع التي أدت إلى تركهم لموطنهم ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين هذا من السبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإسكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج للرعاية والدعم وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصري في هذا الصدد ولكن نحن نستمر في سياساتنا من منطلق المبدأ مصر تعد شريكا أساسيا وهي شريك هامل للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا ترجمة نانسي قنقر